الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان فضل صورة الفاتحة وتفسيرها وسنتناول القسم الأول منه وما تبقى في الدرس القادم بحول الله فإذن درسنا هو فضل صورة الفاتحة وتفسيرها وقبل البدء والشروع بالدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين فضل صورة الفاتحة وأيضا تبين معنى الاستعاذة والبسملة وكذلك تفسر الآيات من الآية الأولى حتى الآية الرابعة حتى الآية الرابعة فإذن هذه جملة من أهداف درسنا لهذا اليوم والآن إلى درسنا وود منك أن تفتح الكتاب على درس هذا اليوم وهو فضل صورة الفاتحة وتفسيرها فضل صورة الفاتحة وتفسيرها هنا نتناول الآن فضل هذه الصورة العظيمة وهي صورة الفاتحة وهي أم الكتاب وأيضا المثاني كما قال الله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إذن هذا الحديث يبين لنا فضلها أن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الذي أوتيته فإذن هذه الصورة العظيمة وهي في بداية المصحف نجدها أنها من أعظم الصور كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على فضلها أنها تقرأ في جميع الركعات في الصلوات المفروضة وغيرها من الصوات النوافل فالإنسان مما يجب عليه أن يقرأها سبعة عشر مرة في أثناء صلواته الصلوات المفروضة في هذه الركعات وهذا يدل على فضلها فتجد أن الإمام يبتدئ بها ونجد أنها من أركان الصلاة فيجب على المصلي أن يأتي بهذه الصورة العظيمة فهذا مما يدل على فضلها وعيضا المؤمن لما يتأمل إلى معاني هذه الآيات يجد فيها الفضل الكبير وهذه الآيات رغم عدد الآيات وقلتها إلا أنها تحمل من المعاني العظيمة فهذا مما يدل على فضلها أيضا مما يدل على فضلها كثرة أسماء هذه الصورة كثرة أسماء هذه الصورة فتسمى صورة الحمد وتسمى صورة الفاتحة وتسمى صورة أم الكتاب وتسمى صورة السبع المثاني وأيضا القرآن العظيم وغيرها من الأسماء مما يدل على فضلها فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بها في ماذا؟ في قراءتها القراءة الصحيحة وتلاوتها التلاوة الصحيحة كذلك معرفة معاني هذه الآيات وأيضا التفقه فيها وغيرها من الأمور لأنها تحمل من المعاني الشيء الكبير فإذا هذا الحديث العظيم يبين فضل هذه الصورة كما جاء في حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فإذن هذه هي الصورة وتجدها في بداية المصحف فهذه الصورة العظيمة ينبغي لك أن تأتني بها اعتناء كبيرا في حفظها وضبطها وأيضا في تلاوتها التلاوة الصحيحة مجودة بدون لحن كذلك التفقه فيها ومعرفة معانيها هذا لأنها من أعظم الصور في النشاط الأول من خلال الحديث السابق أستنتج فضل صورة الفاتحة وأذكر ثلاثة من أسمائها بينا قبل قليل فضل هذه الصورة وأنها من أعظم الصور في القرآن الكريم وأيضا بينا جملة من أسماء هذه الصورة التي تدل على فضل هذه الصورة العظيمة ويصورة صورة الفاتحة أحسنتم ويصورة أيضا أم الكتاب وكذلك السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال الله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فإذا هذه الصورة من الصور العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يتفقه ويعلم ويتعلم هذه الصورة هنا نتأمل في بداية هذه الصورة مما ينبغي للمؤمن عند تلاوته لأي صورة في القرآن أن يتعوذ بالله وأن يبسمل فمعنى الاستعاذة ما معنى الاستعاذة وما معنى البسملة ما معنى الاستعاذة وما معنى البسملة هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا في بداية كل صورة ينبغي عندما يقرأ المؤمن أي آية في القرآن إذا أراد أن يقرأها أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا ينبغي لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة صور القرآن أو جملة من آيات القرآن ما معنى أعوذ بالله؟ ما معنى أعوذ بالله؟ المعنى أنك تلتج إلى الله وتعتصم به سبحانه وتعالى أن يعيدك من هذا الشيطان فأنت تلتج إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به سبحانه وتعالى بأن يعيدك من هذا الشيطان فأن يعصمك من هذا الشيطان والشيطان هو إبليس وجنوده الرجيم المقصود به المرجوم المبعد عن الله تعالى فهو مبعد ومرجوم مبعد عن الله تعالى هذا الشيطان فإذن ما معنى أعوذ بالله؟ من يخبرنا ويجيبنا على هذا السؤال ما معنى كلمة أعوذ بالله؟ أحسنتم ألتجئوا وأعتصم بالله سبحانه وتعالى فعندما تلتجئ بالعظيم سبحانه فإنه يعيدك من هذا الشيطان من إبليس وجنوده المرجوم المبعد عن الله تعالى فإنك عندما تقرأ هذه الآيات لا بد أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي ينبغي لك عند قراءة صورة الفاتحة وغيرها من صور القرآن وكذلك في منتصف الآيات وغير ذلك فينبغي لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأجل أن تلتجئ إلى الله وتعتصم به بأن يعيدك من الشيطان الرجيم والشيطان هو إبليس وجنوده والرجيم هو المرجوم المبعد عن الله تعالى هنا ما معنى الاستعاذة والبسملة؟ ما معنى الاستعاذة والبسملة؟ بينا قبل قليل معنى الاستعاذة الآن نبين ما معنى البسملة؟ ما معنى أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله أي أبدأ قراءتي مستعينا بالله أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى لأجل أن يعينك على قراءة هذه الآيات لأجل أن يعينك على قراءة هذه الآيات فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى الرحمن ما معنى الرحمن؟ ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق وهو اسم من أسماء الله وهو اسم من أسماء الله المعنى ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق ومعنى الرحيم ذي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين هذه رحمة خاصة لأهل الإيمان فالمعنى بسم الله أي أبتدئ قراءتي مستعينا بالله الرحمن المعنى ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق أما الرحيم فهي رحمة خاصة لعباده المؤمنين لعباده المؤمنين فإذا هذا هو معنى هذه الكلمات بسم الله أي أبتدئ قراءتي مستعينا بالله أما كلمة وهو اسمه من أسماء الله الرحمن ما معنى الرحمن أحسنتم في الرحمة الواسعة لجميع الخلق في الرحمة الواسعة لجميع الخلق أما الرحيم فهي رحمة خاصة لعباده المؤمنين فعندما تبتدئ بهذه القراءة فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يعينك على قراءة هذه الآيات فهو الذي يعينك على قراءة هذه الآيات وأيضا معنى الرحمن ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق أما معنى كلمة الرحيم فهي ذي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين فالآن بينا قبل قليل ما معنى الاستعادة وذكرنا ما معناها وهو أن ألتج بالله وأعتصم به سبحانه وتعالى من الشيطان وهو إبليس وجنوده الرجيم وهو المرجوم المبعد عن الله تعالى أما كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أي أبتد قراءتي مستعينا بالله الرحمن ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق أما الرحيم ذي الرحمة والخاصة بعباده المؤمنين أما تفسير هذه الصورة سنبتدأ ببعض الآيات وما تبقى سنأخذه في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالحمد لله ما معنى الحمد لله الحمد لله الثناء على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام الثناء على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام أيضا رب الرب هو المالك المدبر المالك المدبر فهذا معنى الرب هو المالك المدبر العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله جمع عالم وهو كل ما سوى الله فهو ربهم فهو مالك هذا العالم سبحانه وتعالى مالك ومدبر هذا العالم كما قال الله سبحانه رب العالمين ما معنى كلمة مالكي 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 جميع المخلوقات ومدبرهم فهو مالك لهذه المخلوقات جميعهم وأيضا يدبرهم الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه يدبر الأمر يدبر الأمر فهو سبحانه هو الذي يدبر الأمور ما معنى يوم الدين يوم الدين المقصود به يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة فإذا الله سبحانه وتعالى مالك لهذه المخلوقات وكذلك مالك الجميع العوالم وكذلك الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء وهو يوم الحساب ويوم القيامة فإذن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه الصورة في قوله تعالى الحمد لله الحمد لله المعنى الحمد وهو الثناء على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام فالذي ينبغي للمؤمن أن يحمد الله على جميع أحواله بلسانه وكذلك بجوارحه وأيضا في قلبه فيشكر الله عز وجل على ما النعم عليه من النعم ومن أعظم النعم التي ينبغي للمؤمن أن يشكر الله عليها هي نعمة الإسلام نعمة الإسلام فإذن الحمد لله الثناء على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام معنى رب أي الرب هو المالك المدبر العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله كل ما سوى الله هو عالم من العوالم وهو الله عز وجل هو الذي يدبر هذه العوالم وهو الذي يدبر هذه العوالم وهو مالكها سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه أي مالك جميع المخلوقات ومدبرهم وكذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة فإذن الآن ذكرنا جملة من تفسير هذه الصورة وما تبقى سنأخذه في الدرس القادم بينا في تفسير هذه الصورة العظيم وهي صورة الفاتحة الحمد لله وبينا معناها وهو الثنى على الله بما له من كمال الصفات وجزيل الإنعام رب هو المالك المدبر العالمين جمع عالمهما كل ما سوى الله مالك جميع المخلوقات ومدبرهم يوم الدين يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة وفي هذا النشاط الثاني أذكر اثنين من المواضع التي يشرع أن نقول فيها الحمد لله فلابد منك أن تذكر هذه المواضع التي يشرع فيها قول الحمد لله وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين